اخبار غريبة وسريعة جدا الاخبار النهاردة حلوة جميلة فيها حاجة مختلفة كده فيها حاجة يعني ايه جميلة فانعايزك تخليك معي لحد اخر الاخبار عشان تعرف ان فيه عرض جديد رهيب غريب عرض خيالي لا يتصوره عقل عرضوا اتحاد جدة السعودي تاني النهاردة يمكن من ساعة واحدة بس والناس سفروا الى ليفربول علشان عايزين يشتروا صلاح بأي تمن والناس واخدين معاهم يا جماعة الاشهولة كل واحد واخد عشر تشهولة ورايحين عند صلاح وهتمضي يا ابو صلاح يعني هتمضي يا ابو صلاح فاحنا هنعرف النهاردة هذا العرض الخيالي خيالي جدا يعني من كوكب اخر على العرض اللي تجدم لصلاح النهاردة اوه حاجة لا يتصوره عقل بس كل ما عليك انك صلي على الحبيب ويلا بينا احنا ندخل فيه الاخبار الغريبة والسريعة الى الصين الصين يا جماعة بتلعب دور غريب جدا هتلعب دور الوساطة بين النيجر وبين فرنسا الازمة احتدت بين النيجر وبين فرنسا احنا جلنا الراجل السفير الفرنسي حلف 30 طلاج ان هو مش يمشي من البلد وجم بتوع النيجر وعبد الرحمن تياني والناس بتوع الانقلاب بقولك ايه احنا كمان البيت بتابونا واحنا حرين في بلدنا فصمموا وقرروا مش بس طرد السفير الفرنسي لا ده كمان هيطرد السفير الفرنسي وعايزين القوات الفرنسية المرابطة في النيجر تخرج فورا فالموضوع دخل في ازمة عالمية تحس هنا تلاقي الدنيا ساكتة يعني امريكا ما بتتكلمش روسيا ما بتتكلمش الظهر كلهم عايزين يفرموا فرنسا فالصين راح تداخلها الصين دلوقتي بتعمل مفاوضات كتامي السينيين دولها مش سهلين يا جماعة الصينيين تلاقيه ساكت خالص بس ايه مية من تحت كبن فهم دلوقتي بيعملوا مفاوضات مع الفرنسيين عشان يخرجوا يعني من المحتمل اقناع الفرنسيين والجنود الفرنسيين والقاعدة الفرنسية في النيجر بالخروج من النيجر قريبا بوساطة صينية ما تعرفش الصينيين دولا بيعملوا سحر للليل يعني شوف ازاي الصينيين رجعوا لعلاقات السعودية الايرانية كده في هدوء من غير ما حد يعرف فجأة لجينا في سفير رايح هنا وسفير رايح فالناس الصينيين دولها خطر جدا وده بيسحب البوساط شوية بشوية من تحت رجلين امريكا ان بيجية الصين هي اللي بتلعب دور الوساطة العالمي فايه الف الف مبروك وربنا يتمن بخير وربنا يهد النفوس الخبر اللي بعد كده الهند الخبر ده غريب يا جماعة الخبر ده غريب جدا الهند هتغير اسمها الهند نوت ان هي تغير اسمها هتغير حكومة مودي اللي هو رئيس الوزراء الحالي اللي هو تابع الحزب القومي الهندوسي هتغير اسم الهند ليه جالك لا ده اسم الهند ده اسم من ايام الحقبة الاستعمارية فاحنا هنسمي الهند بوهرات بوهرات شطة وكمون وفلفل وكلام من ده بوهرات فاحنا هنسمي الهند كده بوهرات وبيجت أصبح جميع المكتبات دلوقتي اللي بتتكاتب وبترسل للخارج ما بترسلش فيها كلمة الهند أصبحت بترسل فيها كلمة بوهارات يعني ألف ألف بوهارات ألف ألف مبروك ورب نهتم من بخير طيب بايدن يعين وزير الخزانة الأسبق جاك لو سفيرا لرئيس لدى إسرائيل بايدن عين وزير الخزانة سفير لإسرائيل السابق طيب مرات باجا بايدن اللي هي جيل بايدن يا أخوة جيل بايدن صحية من نوم النهاردة عظامها مكسرين ومش جدل تاخد نفسها أو بتاعه وتعبانة ومرعقة فإيه جالك الستة عندها 72 سنة يا رب السلامة ما لها الستة وبتاعه نفسها يغم عليها جالك حسنا تكون حامل راحوا يجابوا لها الطبيب خدت بالك جالك لا يا سيدة عندها كورونا احنا خلصنا احنا الكورونا كوفيد 19 عندها كوفيد 19 إصابة السيدة الأولى في أمريكا جيل بايدن بكوفيد 19 الخبر التالي بوركينا مقتل 53 جندي نتيجة هجوم مسلحين متطرفين في بوركينا نيجي للخبر اللي هو يعني الأغرب الخبر الأغرب فعلا يعني الجيش الروسي يدمر الدبابة البريطانية الشهيرة شالينجر 2 يعني دي حاجة يعني دي مكتمين عليها واحد تكتيمة بين 60 في 70 ليه لأن الدبابة دي هي أقوى سلاح بتمتلكه بريطانيا وعندها 400 دبابة بريطانيا وراحت مدية كورانيا ادتهم 14 دبابة جالت لهم كده خدوا الـ 14 دبابة دي إيه محبة تنفيك وكراهية تنفي بوتن فخدوا الـ 14 دبابة فضمرت روسيا دبابات من دبابات شالينجر 2 دي إيه الدبابة دي يا جماعة هي أقوى سلاح تمتلكه بريطانيا وبتتكون الطاقم من أربعة طاقم الدبابة من أربعة والدبابة قوية جدا وتمنها بيعمل حوالي 10 مليون دولار تخيل ليه للخبر التالي لقاء ناري أصفر في عمله قرعة كاس العالم قرعة كاس العالم للأندية قرعة كاس العالم للأندية في جد اللي هتتلعب في جد أصفرت عن لقاء ناري رهيب جدا يعني هيب لقاء السحاب ما بين الأهلي المصري وما بين التحجيات ده يعني هنتفرش كورة هنتفرش كورة تيك توك يا جماعة الناس بتاعت تيك توك الناس اللي متكتكين ليل ونهار الناس المدمنين بتاعت تيك توك الناس اللي بتلعب تحديات على تيك توك تعال شوف الفضيحة اللي حصت على تيك توك شاب أمريكي اسمه هارس عنده 14 سنة عمل تحدي على تيك توك إن هو يأكل رقائق مصنوعة من الفلفل الحر وهذه الرقائق المصنوعة هي يعني حر أكتر حرارة في العالم كله هذه الرقائق فعمل تحدي وإن كان خسر وحكموا عليه ومش عارف إيه والقصة دي ياتي وجعد يأكل في رقائق حره طب ساكت سببت له مش عارف في إيه فالناس اللي متكتكين يا عم الحاج شوف تيك توك هيوصلنا لحد فيه حدث في مثل هذا اليوم في 5 سبتمبر سنة 635 تم فتح دمشق على يد خالد بن الوليد وشرحبيل ابن حسنة حدث في مثل هذا اليوم سنة 1905 إنهاء الحرب الروسية اليابانية حدث في مثل هذا اليوم سنة 1939 أمريكا تعلن حياتها في الحرب العالمية التانية لكن بعدين دخلت الحرب العالمية وقلبة الموازين وضربت القنبلتين نويتين في فورشيما ونجزاكي في اليابان حدث في مثل هذا اليوم 1951 الملك طلال ابن عبد الله بن الحسين يتولى عرش الأردن بعد اغتيال الملك عبد الله بن الحسين حدث في مثل هذا اليوم 1978 بدء مباحثات كامب ديفت ما بين الرئيس السادات وما بين الإسرائيليين حدث في مثل هذا اليوم 1994 حدث مهم جدا نيلسون منديلا أول رئيس أسود لجنوب أفريقيا بوتين قال لك طلاجين ثلاثة ما هرجع الاتفاق الحبوب غير بشرطين أول حاجة تأمين السفن تاني حاجة أن البنك الزراعي الروسي لابد أن يدرج ويعود إلى نظام سوفت لأن من العقوبات النفصل والبنك الزراعي الروسي من نظام سوفت فبوتين قال لك أنا مش أرجع يعني مش أرجع مش راجع وجواز عتريس من فؤادة باطل جال هكذا نيجي بقى المصلاح عرض خيالي يا جماعة عرض من كوكب آخر يا جماعة الناس واخدين إشولت فلوس يا جماعة ورايحين عند مصلاح في ليفربول أنا أقول لك العرض ده تتصدم تتصدم فعلا تخيل العرض ده يا سيدي بمتين وخمستاشر مليون جنيه سترليني ده الكلام ده من ساعة النهار ده متين وخمستاشر مليون جنيه سترليني يعني كان بالدولار يعني متين واحد وخمسين مليون دولار عرضة لصلاح على ليفربول عشان يتخلى عن صلاح متين واحد وخمسين مليون دولار طيب يعني تلاتة مليون راتب أسبوعي يعني هياخد في السبوع بس مو صلاح في السبوع يعني من الجمعة للجمعة يصل الجمعة كده خدت بالك ويجي عامل حجره كده خدت بالك ويجي ويجي معبف الفلوس ياخد كان في السبوع مو صلاح ياخد 3 مليون في السبوع ده بس كده لع ده شوف العرض ده بجا شوف تفاصيل العرض حوافز 55000 جنيه استرليني حوافز ده حوافز يعني ده عشان نفتح نفسه فهمتي أخي هو ماشي كده خد يا صلاح 55000 جنيه استرليني 64 ألف يورو على كل فوز يعني صلاح يفوز في أي مباراة مع التحجيات ده خد 64 ألف 64 ألف يعني مثلا فاز في السبوع مباراة 2-3 صلاع النبي الدنيا تعشت كده وزي الفل بس كده لا سفير 3 شركات سعودية سفير إعلاني لتلات شركات سعودية كل شركة من التلات شركات دولة هتدفع كام هتدفع 6 مليون 6 مليون جيني سترليني يعني التلات شركات هيدفعوا 18 مليون جيني سترليني ده هادي الصلاح يعني شوف هادي ملهاش دعوا بليفربول ما هيخدش منها ليفربول الهوا ده صلاح ده هتدخل في مين هتدخل في جيب مو صلاح حبيبنا كده هيلبس ديري زي اللي أنا لابسه كده خدت بالك ويملى هنا ويملى هنا ويفرض حجره ده كل ده العرض ليه لأن هم عايزين يلحوا يا جماعة الموسم الصيفي عايزين ينهوا آخر آخر حاجة دي بتاعت صلاح دي فهم حاطين صلاح في دماغهم صلاح يعني صلاح لازم يروح التحجد يعني وانا قلت له الحلقة اللي فاتت لو تفتكر وقلت له ابو صلاح يا حبيبي أصبر شوية وخليك بيع وشرايه حبيبي وما تزربش وما تستعجلش لأنهما كانوا عرضوا جاب لها ما مش عارف 100 مليون وبعدين بيجي 162 مليون دلوقت بيجي 251 مليون التكة الجاية على طولها نخش على نص مليار فانت أصبر يا صلاح خليك صبور خلت بالك وهانت جدامك القيمة وجدامك الفلوس وانت حر يا حبيبي احدا خلاح احنا دلوقت رفعنا دينا يعني احنا جلنا لو روح تتحجد ده مشان نشجع بس دي ملاير يا صلاح دي ملاير يا حبيبي ربنا يوفجك والف ألف مبروك وربنا يتمن بخير وشكرا